افتتح وزير الصناعة فعاليات معرض سلة للصناعات الجلدية بدورته الخامس عشر على أرض مدينة المعارض الدولية في دمشق والذي تنظمه مجموعة مشهدان بعنوان دورة التحدي وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للصناعات الجلدية تقرير نجود يوسف افتتح وزير الصناعة فعاليات معرض سلة للصناعات الجلدية بدورته الخامس عشر على أرض مدينة المعارض الدولية في دمشق والذي تنظمه مجموعة مشهدان بعنوان دورة التحدي وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للصناعات الجلدية من إسراء القطاع الصناع والصناعات الجلدية بكل مكوناتها وأسراء الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بخامة معرض سلة الذي أصبح تقليدا في كل موسم أطلقوا على هذا المعرض عنوان التحدي نحن عم نطلق مبادرة هذه المبادرة ليس معناها تعاطفاً وإنما معناها أن سوريا هذا موقعها في المصاف الأولى من الدول المتقدمة سواء كانت عربية أو أجنبية المصانع السورية والمشاغل السورية نحن اليوم بعازتكم الحكومة السورية هي موجودة لا ستقصر ولكن الآن نحن بعازة المصانع والمشاغل السورية اليد العامل الماهرة السورية يعني عقاد المعرض سلة للصناعات الجلدية الذي يقيمه الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بدورته الحالية هو أطلق عليه معرض التحدي هو تحدي للزاد تحدي لكل المعوقات ولكل ما يعانيه القطر العربي السوري خلال سنوات الفائتة وكان آخرها الزلزال الذي ضرب المنطقة وخاصة القطر العربي السوري في أكثر محافظة ما فاجأني في هذا المعرض بأن غالبية الأخوة المشاركين كانوا من المحافظات التي تعرضت للزلزال إيمانهم وقناعتهم بعنوان المعرض التحدي لكي تبقى الصناعة السورية متوجه بألق دائم وتنامي من خلال المعروضات المعروضة من قبل العارضين فعلا معروضات ترفع لها القطبعة في ظل الكارثة الإنسانية التي حلت بالقطر العربي السوري ما هي خسائر القطاع الصناعي هل كان هناك خسائر كبيرة الخسائر بالقطاع الصناعي خلال الزلزال هي خسائر غير مباشرة لأن الخسائر المباشرة في المباني والآلات هي بحدودة الدنيا لكن الخسائر المباشرة الغير مباشرة كبيرة وكبيرة جدا نتيجة تعطل وتوقف غالبية المنشآت لكن كما ذكرت إرادة التحدي عاودت الصناعة وستعاود بكل قطاعاتها مرة تانية كطائر الفنيق للنهود والتحليق مجددا بإذن الله فيكم بهذا المعرض مارس الدولي الخامس عشر للصناعات الجلدية والأحدى ومستلزمات الانتاج الذي يحمل عنوان دورة التحدي نحن اليوم بخمسة وخمسين مشاركة محلية وعربية بالإضافة لعدد من الزوار من المشاركات أو عدد من الزوار من الدول الصديقة والشقيقة المهتمين بزيارة هذا المعرض والتسوق لمحلاتهم أو التسوق لبلدانهم خلال مشاركين هذا المعرض نحن اليوم عدد المشاركين هنا من خمسة وخمسين شركة من مختلف تخصصات المعرض من مختلف المحافظات السورية ومثل ما الكل اللي بيعرف أنه مارس سلة متعودين عليه أنه تقريباً خمسة وسبعين بالمئة من المشاركي هم من محافظة حلب من صناعة حلب اللي أصروا على المشاركة والتواجد رغم ما مر بسوريا خلال الأيام الماضية الأمور إن شاء الله قيد الدرايسة وإحنا من زمان عم نضغط كقطاع خاص على الحكومة الأردنية وعلى الحكومة السورية نعمل تبادل تجاري مثل أول لأنه نحن بعازت بعض الدولتين بعازت بعض سواء المواطن أو الحكومتين ولكن العوائق اللي صارت ضمن البروتوكولات العالمية هي اللي حجمت هاي الظروف ولكن نحن الآن ببواد الخير إن شاء الله نحن عندنا 67 سلعة مسموحة تدخل من سوريا على الأردن بدون قيد أو شر رح نوسع الإطار لغاية 250 سلعة ومنها يكون الصناعات الجلدية إن شاء الله موجودة بهذا الأقرار اليوم معرض سيلة بدورته الجديدة التي يقام اليوم ما هي الميزة التي يمكن أن نتحدث بها عن دورة 15 لمعرض سيلة؟ معرض سيلة اليوم دورة 15 بتميز بشيء واحد هو التحدي تحدي للزلزال تحدي للكوارث تحدي لللي صارت بسوريا هم كبير جدا ولكن ما شاء الله كان معرض اسمه معرض التحدي وليس سيلة ونجحنا فيه واخواننا السوريين ما شاء الله أبدعوا والكل ما قسر معنا وبارك الله فيكم اليوم مثل ما لنا شايفين فيه شركات من حلب كتير مهمة مشاكل اليوم بمعرض سيلة حيث هذا تحدي كتير قوي إنه شركات خليني إليك في بعض الشركات منها تصدعت مصانعها وأبنيتها وفي منه نزل على الأرض فهو تحدي كتير كبير لخلينيك للإرادة ومثل ما بنعرف نحنا يعني الصعوبات المرأت فيها سوريا من 10 سنين أو 12 سنة نحنا اليوم هلا كمان صعوبات كتير كبيرة يعني إن شاء الله أنه الأيام الجاي بتكون أحسن على سوريا والصناعة في سوريا اليوم دور الاتحادات كاتحاد الصناعات الجلدية وغيرهم من الاتحادات يعني دعم الصناعة في سوريا ودعم الصناعيين كيف يمكن أن نحدد هذا الدول؟ اليوم جميع الاتحادات، اتحادات جلدية واتحادات صناعية والتجارية حتى اليوم هدفها هي تزليل كل الصعوبات الممكنة للعمل التجاري والصناعي بالبلد مثل ما بنعرف اليوم لحنا أهدافنا سابته اليوم البلد اللي ما بتزرعي فيها، اللي ما بتصنعي فيها ما فيكي اليوم تأكلي منها ولا فيكي اليوم تشغلي أو تشغلي ولادي فيها كتير مهم اليوم لحنا نصنع ونزرع ونلبس من اللي يشتغله هذا موضوع كتير استراتيجي مهمة الاتحادات اليوم ضمن الإمكانيات المتوفرة تسهيل قدر المستطاع وتلباية الصناعيين والتجار تلبايتهم بمشاكلهم مساعدتهم قدر مستطاع فيهم وخلال المعرض أطلقت مجموعة مشهدان مبادرة شراء المنتجات السورية دعما للصناعي السوري نحن يعني مثل كل السوريين كنا بمكاتبنا يعني أيام الكارثي التزلزال وكل آياتنا كنا قاعدين عم نفكر أنه يعني شو اللي جاي علينا وشو اللي هو القادم وأنه هاي يعني أنه يعني انفزعت الدول العربية الدول الجوار كانت يعني تحترم وترفع لها القبعات بس أنه كان يعني لابد من فكرة يعني أنه طيب هالصناعي السوري المحاصر واللي عليه عقوبات واللي هو اليوم عم يوقف مع أهل بلده ويدعم ويقدم الدعم والمساعدات فلازم يكون فيه فكرة لحتى ندعم هذا الصناعي لأنه هو أولا ابن البلد وهو عصب الحياة في سوريا يعني وبالتالي يعني ولدت هاي الفكرة أنه نحن فعلا نعمل مبادرة عالمي يعني ندع فيها كل هالدول نبدأ بالدول اللي قدمت المساعدات وطبعا أبناء البلد من خلال القنوات الرسمي وأنه هاي المبادرة يعني عمادة الأساسي أنه هو شراء المنتج السوري منها الصناعي لحتى الدول عجرة الصناعة ويشتغل ويصير فيه طلب على المنتج يعني بدل ما أنه طول الوقت مثلا حركة جمود مثلا كساد كيف عم يتم التسويق لأيه؟ هلأ التسويق من خلال القنوات الرسمية من خلال فريق عملنا خارج سوريا من خلال السفارات وزارة الخارجي من خلال وزارات الحكومية طبعا بشكل يعني يومي والحلو بالموضوع أنه كان فيك تجاوب كبير وفعلا في دول مجاورة يعني مجرد ما أطلقنا يعني اللوغو الخاص بالمبادرة والمؤتمر الصحفي فورا مبادروا أنه يشتروا كميات من أحد المنتجات يعني وأنه نحن رح ندعم هاي المبادرة فخلتنا نفكر أنه المبادرة ما تكون آنية أو لفترة معينة الزمن لا لما يكون إلى بروجرام طول العام وسوريا بلد يعني عريق وفي صناعة كتير طيبة وفي شغف بالصناعة وفي حرفية وبالتالي يعني تستحق فعلا نحن نتكاتف متل ما تكاتفنا بأزمة الزلزال ومتل ما طول عمرنا متكاتفين ودائما كل المصائب وراءنا بمحبتنا لبعضنا وبدعمنا لبعضنا وإن شاء الله يا رب أنه هالمبادرة بتكون فاتحة خير يعني أنه شفتي يعني مباشرة خلال 180 يوم يعني نحن عم نحاول نستثمرون هدول لحتى يعني كل أصدقائنا بدول العالم على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العام أنه نحن فعلا نكسر هذا الحصار ونكون كلمة وحدة وإن شاء الله يا رب يعني الأيام القادمة خير ونتأمل فرج وفي بوادر فرج بإذن الله وهالصناعة السورية يعني كلما كبر وكلما رتاح كلاتنا رح نرتاح وتميزت الدورة الخامس عشر من معرض سيلا أنها انطلقت بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وأن معظم الصناعيين المشاركين كانوا من المحافظات الأكثر تضرب نحن مشاركين بهذا المعرض من أول ما بلش سيلا حتى الآن وإن شاء الله اليوم انطلاقة جديدة بهالظروف الصعبة اللي نحن فيها نتمنى إن شاء الله من كل المشاركين التوفيق والنجاح أهلا وسهلا فيكم أنا سامي أرحموي المدير العام لشركة مركز الآلات العصرية هي مشاركتنا الأولى بمعرض سيلا نحن عم نقدم آلات تريكو مستوردة وبرضو كمان منصنع الجزء العلوي من الحزاء لرياضة الكوتشي هذه الآلات هي يعني نحكي عنا أكثر هذا النوع اللي بتنتجوه نحن كنا نستورده من برا هلأ سرنا عم نصنعه جوا تمام الخيوط سورية بامتياز المكانات مستوردة الخيوط المعتمد بالنسبة لنا هو البوليستر والاسبان وموجودين هن يعني بسوق المحلي نحن منقوم بتصنيع الجزء الأعلى من الحزاء لرياضة وبعدين بيجي دور الحقن أو التلزيل مركزنا بيقدم خدمات ما بعد البيع من تدريب وتطوير وإعداد كوادر بشرية من تصميم أو صيانة هاي المكانات توفير قطع التبديل بحيث أنه نكون يعني مواكبين صيحات الموضة ومقدمين شي مميز إن شاء الله أهلا وسهلا فيكم شرفت وجناحكم أهلا وسهلا نحن مشاركين نحن بمعارض سيلار كل دورة نحن منشارك فيه موجودين فيه لأن المعارض نحن بالنسبة لأنها نافذة لحتى نقدر نقدم فيها منتجنا للمستوردين وللسوق المحلية طبعا من نسبة لأن صناعة الجلديات معروف عنها أنه هي الصناعة عريقة بسوريا وهلا نحن عم نشتغل على إعادة علاقة للسوق ونقدر نرجع مستواها قبل الأزمة للأسواق الخارجية ونقدر نستقطب أكبر عدد ممكن من التجار اللي هنهم بالأساس كانوا بخلال أزمة فقدت السوق السورية أو المنتجين السوريين فقدوا هدول التجار وتحولوا لغير مراكز توريد لمنتجاتهم اليوم نحن عم نحاول رغم الصعاب اللي نحن عم نمره فيها أنه نتجاوز هذا الشي ونقدر نقدم المنتج بجودة عالية جدا وبنفس الوقت يكون في عنا قدرة على أنه نحن نغطي الأسواق الخارجية والداخلية ونعوض العجز اللي كانت مرأت عليه الأزمة بأنه نحن ما يتواجد هذا المنتج بمحلاتهم وبيرفوفهم اليوم نحن عم نحاول من خلال معارض نحن مرأت معنا أزمة الحرب ومرأت معنا الزلزال وصار في عنا أثر كتير كبير نفسي وجسدي وعلى الحجر اليوم نحن من خلال هاي الصناعة نحن عم نقدم عمل مستدام للصناعيين طبعا الصناعي أو الصانع أو خلين سميلك الوريش اللي هو موجود عنا بورشتنا هو بمثل عائلة ممكن تكون تأثرت بالزلزال تأثرت بهاي الحرب اليومي أني أنا أدملهم أني أنا شارك بالمعارض وقدر خلي مصنعي يوقف على رجليه فبالتالي أنا عم خلي هذا الصناعي يقدر يحافظ على لقمة عيشه وبنفس الوقت يقدر يكمل ويقدر يعيش حياة كريمة ما يحتاج حدا ولا يفكر بيسل غزايا لأنه إذا هو قدران يصنى وقدران يشتغل فمعناته عائلته بخير ونحن بخير أنا أزاكوال حلبي مدير العلاقات العامة بشركة محاميد لصناعة القوالب والأنعال للأحذين طبعا أول شي نترحى مع الشهداء ونتمنى الشفاء العالج لجميع الجرحة وطبعا شكر كبير لسيادة الوزير الصناعة لهذه اللفتة الكريمة والرعاية وبشكر شركة مشهداني لتنظيم المعارض وبشكر طبعا الاتحاد العربي للصناعات الجلدية اللي أتحلنا هالمعرض هادي طبعا نحن راعي رئيسي لهذا المعرض اللي هو رقمه 15 سيلة 15 وهذا المعرض هو بشكل انطلاقها جبارة للاقتصاد السوري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة